بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب التربية الخاصة في المحاضرة الرابعة بعنوان أهميات وأهداف التوجه والحركة تناولنا في المحاضرات السابقة مقدمة عن التوجه والحركة ثم الفارق بين مفهومي التوجه والحركة ثم المفاهيم المرتبطة بمفهومي التوجه والحركة نتناول في محاضرة اليوم بعون الله أهمية وأهداف التوجه والحركة يتوقع بعد انتهاءك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تتعرف أهمية تدريب الكفيف على مهارات التوجه والحركة تستنتج أهداف تدريب الطفل الكفيف على التوجه والحركة أهمية تدريب الكفيف على مهارات التوجه والحركة التدريب على هذه المهارات يمكن الكفيف من الاستقلالية في الحركة ومن ثم الوصول إلى الأماكن بمفرده وهذه هي الغاية والأهمية الأساسية لتدريب الكفيف على مهارات التوجه والحركة كيف يكون مستقلا كيف يتنقل بمفرده الأهمية التالية تساعد على تخلص الكفيف من التوتر والخوف والحذر مما يشعره بالاسترخاء الجسمي والنفسي وزيادة الثقة بذاته فإذا استطاع الفرد أو الكفيف التحرك بمفرده فلا يوجد لديه توطر ولا خوف ولا حذر أيضا تسهل على الكفيف اتخاذ الأوضاع الجسمية الصحيحة عند تنقله سواء بصحبة أحد أصدقائه أو بمفرده الأهمية التالية تشمل تدريبات التوجه والحركة على بعض الحركات والتمرنات التي تجعل جسمه أكثر مرونة واستقامة وتجعله أكثر اتزانا وتناسقا تمكن الكفيف من تكوين علاقات ألفة بينه وبين البيئة المحيطة كيف للكفيف أن يكون علاقة ألفة؟ إذا أدرك البيئة فإنها تصبح مألوفة لدي أيضا الأنشطة المتعلقة بزيادة كفاءة حواسه المتبقية تمكنه من تلمية الحواس كي تعوضه عن فقد البصر وتعينه على تمييز وإدراك الأشياء وطيباتها وخصائصها تساعد تدريب الكفيف على هذه المهارات على القيام ببعض المهارات الأخرى المرتبطة بالحياة مثل استخدام النقود، استخدام الحاسب الآلي، كتابة الرسائل، العلاقة بين صوت السيارة وحجمها أيضا تقي الكفيف من مخاطر البيئة إذا تعرض لها أيضا يمكن من خلالها أن ينمي مهارات العناية بالذات مثل الاستحمام وقضاء الحاجة وارتداء الملابس لو نظرنا إلى الأهميات المختلفة التي عرضناها فإنها تتمركز حول الاستقلالية والأمان كيف يكون الكفيف مستقلا في حركته وكيف يكون آمنا في تنقله أهداف تدريب الكفيف على التوجه والحركة إن الهدف الأساسي من تدريب الطفل الكفيف على مهارات التوجه والحركة يتمثل في تحقيق أقص قدر ممكن من الاستقلالية والأمن والسلامة أثناء الحركة إذا تمكن من تحقيق الاستقلالية والأمن والسلامة فإنه يكتسب ثقة بذاته ويشعر بأنه فرضا عاديا في مجتمع وبالتالي يستطيع الاندماج مع هذا المجتمع والتفاعل معه هناك بعض الأهداف الفرعية تسهم بشكل أو بآخر في تحقيق الهدف العام ما هذه الأهداف تنمية باقي الحواس لدى الكفيف تنمية مكافة المهارات الجسمية مساعدته على تجاوز العقبات التمكن من الاستقلالية خارج المنزل تنصيق واتزان الحركات تنمية المهارات الاستقلالية اكتساب مهارات التأذر الحركة فهم البيئة وعناصرها المختلفة اكتساب القدر على القيام بالشؤون المنزلية اكتساب المهارات الاجتماعية المتعلقة بالتعامل مع الأخرى ونشكر لكم حسن استماعكم